يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ الحين اللايف والمساحة بنفس الوقت وبنتكلم اليوم عن حرارة وبرودة المشاعر وتوهج الطاقة طيب يا جماعة خلوني أبدأ معاكم أن هذا الموضوع بتكلم على عدة نقاط بتكلم على منطقة الأشياء اللي احنا نحسها اللي هي الفايبز في العلاقات مع الآخرين مع الأشخاص مع الكائنات الأخرى مع الحيوانات أي أن كان الوضع سواء كان جنبك مثلا بني آدم أو قطة أو إلى هذا أو بنتكلم عليها من ناحية أن احنا نستشعر هذا الشيء ونشوفه من ناحية الصور اللي طلعت للناس لما نعمل الاختبارات الإشعاعية عن موضوع هذا طبعا لازم نعرف شيء واحد أن الدنيا هذه كلها مجموعة فيها مجموعة من الإشعاعات الموجودة أو نقدر نقول من الموجات الموجات اللي موجودة في الكون منها جاما أشعة جاما أشعة إكس ري اللي هي الأشعة إكس حقالي في المستشفيات اللي يشوفون فيها العظام في عندنا طبعا هذه في عندنا موجات نقدر نشوفها مثلا وفي موجات لا ترى لا ترى وخلونا ناخد بالا منها موضوع هذا عندنا مثلا في الموجات الصوتية الموجات الفوق الصوتية الموجات الحمراء عندنا المايكروويف عندنا الراديو هذه كلها موجات موجودة في الكون الله خالقها من زمان زمان مرة 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 فهذا مو شيء إحنا البني آدمين اللي اخترعناه البني آدم فقط أن اكتشف وجوده في الدنيا لكن هذه الأشياء موجودة من قبل الخلق المشرية الله حطها في الكون وهي من الأشياء الكونية اللي الله حطها عز وجل ومسخرها لنا تمام خلونا نتفك على الكلام هذا أن الإنسان مو بيدة هذه المواضيع هذه مواضيع إلهية من عند الله عز وجل لكن الإنسان فقط اكتشفها ولما نكتشفها قال لقد أثبتتها بالعلم وأثبتت وجودها تمام لكن هي أساسها موجودة وهي من خلق الله عز وجل وهي موجودة بهذا الكون طيب لما نجي لهذه الموجات نلاقيها بعضها تحمل تحمل الصوت مثل موجة الراديو موجة الراديو تحمل الصوت وعشان كده إحنا نسمع الإذاعة نسمع اللي يسمونها إذاعة عبر الأثير مثلا نشوف التلفزيون التليكس الفاكس الإنترنت هذه كلها تنقلها موجة موجودة في الهواء موجة هذي وين موجودة موجودة في الهواء أسمها موجة الراديو تمام وفوقها تحمل الكلام الصوتي يعني عشان كذا هو يدخل اذنك جميل جدا الكلام هذا وصلت الفكرة عندنا المايكروويف المايكروويف يعمل عملية تسخي زي ما احنا نشوفها بالجهاز في مطابخنا فينقل بعض الموجات فيحصل تسخين للأكل لكن الصحن ما يتسخن فتمسك الصحن تلاقيه بارد لكن الأكل اللي جوه الصحن أو فوق الصحن تلاقيه ساخن جدا 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 ويصير حتى ما يكون في دخان طالع منه فايش اللي خلى بالحرارة هذه موجة اسمها موجة المايكروويف وهي من الموجات الموجودة في الكون من خلق الله عز وجل الانسان ما اخترعها الانسان فقط عمل لها تشكيل بقالب معدني داخلي وحطها وقدر يخليها تتحرك في هذا المكان فقدر تنعكست على الطعام فسخنته تمام لكن لو حطينا مثلا قطعة قصدير جوه جوه فرم مايكروويف بلاقيه فارقع يفرقع يعني يعمل كهربا ويعمل شعاعات ويطلع لك حاجة زي زي الألعاب النارية أوعكم تعملون الحركة هذه لكن انا اقول لكم ليش ان هذا هذا معدن هذا معدن هو لا يقبل المعدة شععة المايكروويف لا تقبل المعادن تمام فهم بدوا يشتغلوا عن موضوع هذه الموجات والأشعاعات والأشياء هذه كلها يعني حتى اكس ري اسمها شععة اكس اللي يشوفون فيها العظام يعني يقدروا يخترقون جسم الإنسان ويشوفون العظمة تطور علم جبر الكسور في العالم كله تمام فهذه الأشياء خدمت الإنسان يعني طبعا هذه الأشياء موجودة على الكرة أرضية كلها يعني احنا عندنا حتى عندنا طبقة تغلى في الكرة أرضية اسمها طبقة الأوزون تمام لكن خلينا اتكلم الحين خصوصا في المساحة عندنا اليوم عن حرارة وبرودة المشاعر وتوهج الطاقة اوكي طيب لما نتكلم الحين عن الموضوع هذا خلوني أحكي في نقطة جدة مهمة في صور تم التقاطها لجسم الإنسان صور هذه موجودة عموما بالإنترنت لو بحثوا عنها حتلاقونها تم التقاط الصور هذه للإنسان في عدة مراحل تمام عدة مراحل في عدة حالات مشاعرية معينة فلقوا مثلا في الصورة الأولى اللي أخذوها بالالتقطوها هي عبارة عن زي زي الست سكان او زي زي الاكس ري او زي كذا لكنه هي تقيس درجة الحرارة درجة الحرارة في الجسم ومع لضوءها يبينون الحالة المزاجية للإنسان وزي ما قلت لكم الأشعة موجودة بأشكال مختلفة والموجات موجودة بأشكال مختلفة زي غامري اكس ري المايكرويف الراديو لآخره لآخره ولها ترددات ولها شكل فلما صوروا صوروا جسم الإنسان في الحالة المزاجية المعتدلة لما كان في حالة مزاجية معتدلة جدا وجدوا إن الإنسان اللون اللي طلع لهم كان لون أسود لون أسود من فوق التحت فلما فاعتبروا هذا اللون الأسود هو اللون المحايد اللون المحايد اللي بينا الإنسان في حالة مزاجية معتدلة وكذا لكن نحن نعرف إن حرارة جسم الإنسان هي 37 ممكن ترتفع ل37.5 ل38 أو تنخفض ل36.5 أو 36 وهذه الحالة الطبيعية لكن إذا زادت فوق 38 وكسور يعني الواحد لازم ينتبه أو نقصت عن 36 ونزلت أكثر من كذا لننتبه لأنها ممكن تكون في برودة أو تكون في حرارة عالية في الجسم فاعتبروا هذه الحالة هذا اللون اللي طلعنا من اللون الأسود وهذا ما لا شغل بحرارة الجسم أوكي لكن لقوا هذا اللي هو يعني أو نقدر نقول حرارة الجسم لها شغل بدرجة معينة يعني بدرجة معينة لكن كمان الطاقة الموجودة في المكان اللي هو عبر الموجة أو الإشعاع الموجود في المكان تمام اللي يطلع من المكان هذا فلقوا أنه لما يكون الإنسان في حالة محايدة حالة اللي هي الـ natural لقوا الصورة اللي طلعت لهم صورة لون أسود من القدم للرأس من القدم للرأس تمام فقاموا وحطوا ناس وقفوهم وكانوا عدة أشخاص يعني عملوا التجربة على ناس كثيرة مو شخص ولا شخصين ناس كثيرة مرة مرة فعملوا لهم مفاجأة وقفوهم صفوهم وعملوا لهم مفاجأة وكل مرة يحطون واحد يعملون لهم مفاجأة والثاني يعملون لها مفاجأة والثالث يعملون لها مفاجأة ليه ما وصلوا أنه لقوا للمفاجأة تعمل لون أحمر لون أحمر في منطقة الصدر وشوي عند الأكتاف والرقبة وحمرار في الرأس ولون أسود في أعلى الرأس والبطن أحمر خفيف مع لون أزرق بسيط عند الأقدام الأزرق وش معناها؟ معناها أن الطاقة منخفضة بينما اللون الأحمر حلاقيها جدا عالية والأصفر معناها ابتهاج إشعاعي يعني شيء يدل على أن المنطقة فيها ولعت يعني صار فيها زي الفرح وهذه لقوها أكثر شيء مع مشاعر الفرح لون أصفر طلع مع مشاعر الفرح فلقوا لون الأصفر طلع مع مشاعر الفرح اللون الأحمر طلع مع المشاعر الحارة والحادة ولقوا لون الأزرق طلع مع المشاعر فيها برودة البنفسجي كان بين هذا وبين هذا تمام ماشي فلما طالوا على الموضوع هذا وركزوا فيه بشكل قوي تمام وش لقوا لقوا انه 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 لما الانسان تعرض الى المفاجأة يعني تجيب لواحد هدية عد ميلاد تجيب لكيكة تجيب لتفاجأ بخبر تفاجأ تعمل لمفاجأة مفاجأة وعلى فكرة مفاجأة ما كنت تكون زينة ما كنت تكون شينا يعني مفاجأة في الحالتين مفاجأة تمام لقوا ان اللون الاحمر يسيطل على منطقة الصدر الصدر اوكي نزول عن منطقة السرة خفيف والوج احمر والراس اصفر فقاسوا ان هنا بتكون نسبة الطاقة بتكون عالية جدا في هذا المكان عشان كذا انتو لما تروحون الواحد مثلا دكتور كويس بالدكاتر الشاطرين مرة 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 زمان الدكاتر كلا ما يفحصك يحط السماع عليك كان يحط ايده عليك كان يمسك ايدك يصافحك بيده يقلب بيدك ويطال عظافرك ما اعرف دكتور راح يشتغير والزمان كانت هذه الامور مهمة جدا بالفحوصات عندهم طيب كمان بعد كذا جابوا عينة ثانية من ناس في حالة حزن فانتبهوا ان في لون ازرق في الاقدام صار في لون ازرق على بنفسجي قوي مرة مرة في الاقدام مع حرارة احمر قوي مرة مرة في وسط الصدر ووسط الحلق ومنطقة الوجنتين ومنطقة وين وجنتين كذا احنا حنلاقي الناس ما تحزن بنلاقي خدودها طائحة والفم نازل على تحت اوكي وهذه من التعبير الوجهية اللي تحصل الناس في حالة الحزن وبنلاقي كمان ان الحركة تقل ليش لانا صارت في انخفاف الطاقة وين في القدمين من تحت في انخفاف الطاقة وين في القدمين فحنلاقي الناس الحزانة عدتها ما يتحركون فهمتوا علي جابوا عينات اخرى وانا حمشي لكم بالترتيب اللي هم حاطينا طبعا بجابوا عينات اخرى في حالة اعطاهم اخبار سعيدة او كانوا في حالة ابتهاج عالي مرة 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 فرحاني مرة مزقططين فهو لقوا ايش لقوا اللون الاحمر ضارب من فوق لتحت لكن الاصفر اللي هو حق الابتهاج والشعلة او الزي ما تقولوا الطاقة العالية اللي تخلي الواحد يتحرك ويروح ويجو يتنطنط ويعبر عن اماءات باليدين والرجول وكذا لقوها اعلى شي وين في الصدر وفي الرأس اوكي عشان كذا حلاقي دايما الناس الفرحاني فاردين اجسامهم دايما نافخ صدرك كذا وماشي فرحان ويعبر كله على الفخر والسرور وهذه المنطقة عنده صارت فيها طاقة عالية لكن طاقة ايجابية ما هي طاقة فيها خمول زي الطاقة اللي حصلت عند الناس اللي عندهم الحزن اللي صايرة في اسفل القدمين تمام طبعا اللي بغير يرجع للكلم هذا هتلاقونا في اليوتيوب عندي طيب احيانا احنا تحصل عندنا في حياتنا حالة من الشمئزاز وطبعا هذا ناتج بسبب اشياء معينة كثيرة تحصل يعني انه تلاقي في واحد وانت تتكلم مع اطلوك تيقول لك وع يع عرف ايش هذا فهم في حالة الشمئزاز هذا شي مش صحي مش صحي لما نساء طلوك تواع ووع ماهو صحي ترى هذا مؤشر مؤشر انه بده ينتقل لحالة اكبر حالة اكبر فانت لما تلاقي واحد في حالة الشمئزاز احاول لك تقلل قاعده معاه لانهو تأثيره حيكون وحش عليك على المدى الطويل تمام لقوا ايش لقوا المنطقة الحمراء عنده او المنطقة اللي هي النارية لقوهم مرة 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 كبيرة لكن الاصفر موجود وين في الحنجرة فقط متمركز فعشا كذا عامل عنده الشمئزاز فتلاقي عنده دائما تعبير لفظي عن القرف اوكي تعبير لفظي عن القرف بشكل مبالغ فيه فييسمونا بالمراكز او الشاكرا يسمونا نشاط زايد او تضخم زايد في منطقة الحنجرة اوكي فتلاقونا دائمان واع 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 هذا وعي آي أرف يسمونه عنده الهندوسية أو الهنود يسمونه نشاط زايد في منطف في شاكرا الحنجرة أو ديبليكيت يعني مضاعف يعني تمام مضاعف أو ديبليت أوكي يعني فهو مضاعف بزيادة بزيادة عمل ديبليكيت يعني صاير الحنجرة ماخذة أكثر من تردد لها أكثر من مكان لها ويقولون كذا عند الهنود إن الحنجرة صارت واحدة وثنتين وثلاثة وأربعة فصار عندها تضخم على برة أوكي تضخم على برة زايد فيعمل منطقة اللي هي الاشمزاز أو القرف هذا عنده الهندوس طيب بس أبت كلكم اليوم على الإشعة والموجات مش مش على الشاكرا أوكي فبلاقي الموضوع هذا الناس أحيانا تشكك تشكك بالفحوصات الحدثية أو الفحوصات العبر الفايبس عبر الفايبس أوكي فيبدون يشككون يقولك لا أنه أنت ما حتقدر طالما أنه ما أثبت العلم طالما أن الدكتور ما عرف طالما أنه ما ضبط طالما لا هو شوفه إحنا مجرد أنك إنسان يدخل عندك بالغرفة أنت بتستشعر الشيء هذا على طول على طول بتستشعر إذا كنت إنسان محايد ومتوازن ومن لون الألوان عندك من فوق تحت ماخده لون واحد إذا ما قلنا أول شيء أنت بتستشعر على طول أنت بتنتبه أنه في حالة فرح أو في حالة حزن من غير حتى أنت ما يتكلم حتى لو ضابط مفعلاته مرة مرة وحطي الدينة كذا على جنب ودخل عليك بشكل مستقيم ويتكلم معاك بمونة الهدوء والأريحية وكذا لكن أنت بتنتبه بتقول لها شكلك فرحان أنا منتبه عليك أنك أنت في حالة فرح لأن سبحان الله هذه الأشياء لجوة الحمراء والصفراء اللي هم صوروها تطلع بشكل ترددات زي زي المايكرو ويف زي الراديو زي الإكس راي زي القامة زي كله بتطلع بشكل فأنت تستشعرها أنت تستشعرها فهي فيبز فيبز أنت تلقطها وتعرفها لقدامك هذا هو بأي حالة فمبارك عدد لو كان الإنسان هذا أنت ويف على طول في حالة تواصل أنت على طول مع بعض ساكلين مع بعض في بيت واحد مثلا هو أبوك أو هي أمك أخوك زوجة زوج أبناء أقارب زملاء إنسان أنت على طول وجهك وجهة هتلاقي سبحان الله أنت تلقطها أسرع من أي سنة ثانية موجودة في الدنيا تمام؟ فهذه الأشياء توصلك بهذا أحيانا إحنا نصادف ناس ونقولها لي الله هذا إنسان مريح أنا أحس كأني أعرفه من زمان كأنه يا الله لما أقعد جنبه أحس بدفع أحس براحة أقدر أتكلم معه براحتي لقيت نفسي لا شعرين أحكي معه فضيلا هذا الإنسان محايد هذا الإنسان بالحال الطبعي للناتشرال محايد ما أخذ الحيادية فهو يقدر يستقبل كل الموجودين فعشان كذا إحنا لما نقول على إنسان متوازن وش نقصد فيه؟ نقصد فيه إنه محايد نقصد فيه إنه محايد إنه ما أخذ الحياد بأنه فيه توازن من راسه لرجوله فبالتالي الموضوع ماشي معاه في الجهتين بشكل جيد فهو يقدر يستقبل يقدر يستقبل كل الطاقات اللي جايتها من برا بسهولة ويتعرف عليها بسهولة ليش؟ أنه المناطق عندها مش متضادة مش متضادة كيف يعني؟ يعني لما تلاقي إنسان تلاقي إنسان مثلاً دخل عليك وهو بحالة فرح وابتهاج أوكي عدتنا حنلاقي الأشياء هذه معدية عشان كذا إنت لما تضحك تضحك قدام إنسان تضحك قدام إنسان حتلاقي الضحك معدي حتلاقيه كمان بيبدأ يضحك لأنه يعمل زي نعمل العدوى فينقل هذا الشيء بشكل زي العدوى فينقل له الضحك تمام؟ لكن لو كان الإنسان اللي قدامه في حالة حيادة أو في حالة نتشرل حتلاقيه ياخذ طبعاً الرصانة الرصانة فتلاقي حتى لو دخلت عليه وانت في حالة ابتهاج شديد مرة وفرحان وتضحك وتقهقه وكذا حتلاقيه رصين قدامك متوازن ماسك نفسه تمام؟ لأنه زي ما قلنا في حالة الحياد ماشي بحالة الحياد تمام؟ فمتى يصل الإنسان لحالة الاتزان والحياد لما يكون سبحان الله وصل مرحلة عالية جداً من ضبط النفس من الإيمان الشديد بالله عز وجل التوكل على الله ملقي بحموله على الله فهو إنسان ما في مؤثرات تخليه في اليوم يتأجج ما بين حزن وفرح ومثلاً وخوف وغضب لا هو ماشي بمنطقة التوكل فمنطقة التوكل هاك أكثر منطقة ما تخليك في حالة حياد طبعاً هذا بالنسبة للناس المؤمنين الغير مؤمنين يستخدمون أساليب بالضبط النفس والقدرة على مسك الانفعالات وكذاً التدريبات اللي حصل في الجيش أو في الشرطة أو مثلاً في الأماكن الكشافة وكذا يدونهم تدريبات جسدية مع لفظية مع كل يوم يعدون نشاط يمشون مارش عملون كذا عشان يتعلمون ضبط النفس يعني اللي تخليهم في حالة حيات ويصيرون مقاتلين جيدين يعني وهذه تحصل كمان فين في الفنون القتالية في الصين التكويندو سوري التكويندو في كوريا كان في الصين الآخرية يعني يعلمونهم هذه الأشياء عن طريق التدريبات الجسدية اليومية اللي يعملونها معاهم تمام فاليوم اتكلمت لكم على كذا نوع ووصلنا هذا لما نيجي عن منطقة الخوف أوكي منطقة الخوف إيش مشكلتها بتدي كمان لقوا في الصورة اللي يصوروها للناس اللي في حالة خوف ولقوا طبعاً يعني اختلفت الألوان حسب درجة الخوف اللي الناس فيها فهم وش سوا وسؤلوا هذا الإنسان تتخاف منه إيش قال أخاف من القطط فهو أثناء الطوص وش سوا فهو جابوا قطوة خل رموها عليه ولقوا الصورة فلقوا الحركة الجسدية مع الألوان اللي طلعت مثلاً أنا أعطيكم أمثلة من الأشياء اللي يعملونها فلقوا اللقوا المنطقة تصير حمراء بالكامل لين 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 ليدين لين الكف لين الكف تمام مع القدمين والبطة من الداخل بطة القدم من الداخل لقوها صار فيها حرارة حمراء اللي هي الطاقة الحمراء مع الأصفر في وسط الصدر أوكي مع الأصفر في وسط الصدر طب هذا وشي يفسر لنا أنه تلاقي الحين إنسان ونصروا مرحلة الخوف حتلاقي دام الإيدين ترجف ترجف لأن اللون الأحمر وصل للكف فهو يرجف يبدأ يرجف 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 يرجفه بشدة بشكل قوي جداً بنفس الوقت حتلاقي الأقدام تستق عشان كذا حتلاقي دام من كلمة تقولك إيش قامت تستق وأقدامه من الخوف مدري إيش وهذا حيأثر علي إيش حيأثر على مناطق كثيرة واللي أخذوا عند المراكز بعرفون إحنا تكلمنا عليها في المركز الثاني في المركز الثاني تكلمنا على استكاك الأقدام ورشفة الإيدين يعني وذات الأقدام يعني تكلمنا إيش يحصل معاه إن لم يكن الواحد لما يخاف ممكن تتأثر فيه كمان أعضاء داخلية أعضاء داخلية شديدة جداً تتأثر منطقة الخوف وللأسف شديد هو فعلاً يأثر على هذه المناطق يعني تمام فالموضوع هذا يعني أنا حتغل فيه أنا اليوم حتى حوصل عندكم لين نقطة هذه وحوقف بس حبدأ كل يوم أنا أزل لكم جزء بسيط منها إننا نحن نتكلم فيها كلها أوكي وحنعرف إن هذه الأشياء ما تنشاف بالعين مجرد يعني هم شافوها بالأشعة وبالأجهزة وبالموجات يعني لما تروحونا دي المستشفى مثلاً بالحوصات يقولوا لي رانين مغناطيسي وهذه موجات زيت سكان وهذه يضربون إبرة ملونة كمان يعني إبرة ملونة ما سألتوا نفسكم يعني إيش إبرة ملونة إبرة ملونة تدخل وين تدخل في الدم عشان تبين المناطق المعتمة في الجسم اللي مصابها بأورام لا قدر الله الله يحمل كله الجميع يحفظكم جميعاً يعني فهذه الصور لما أخذوها بدوا يدرسون المشاعر طبعاً هي فادت مين فادت دكاثرة المخ والأعصاب والعلم النفس دكاثرة النفس اللي يعالجون أمراض النفسية مثل الذهان البانرايا الأمراض الثانية مثل أمراض الحركة مثل بركنسون التصلب الويحي بدوا يلاقون نتائج مذهلة بالعلاج بدون يعرفون وهو يأثر على أي منطقة داخلية من مناطق الجسم بدون يطلعون أدوي على هذا الشيء فهي مفيدة جداً هذه الأشياء وتساعد الناس يصلون لمناطق علاج جيدة لكن إحنا سبحان الله إنت مثلا ما تكون قاعد مع إنسان مثلا وهو مثلا تعبان إنتوا لاحظوا الحركات اللي يعملونها معي يمسكون الجبهة يمسكون الرقبة يمسكون الصدر يعني إنتما تلاقي إنسا مثلا خايف أوكي تحط يدك على صدر على طول تقوله بسم الله عليك بسم الله عليك الرحمن الرحيم لأنه زي ما قلنا الصدر يصير وأكثر منطقة مشحونة أكثر منطقة مشحونة بالمشاعر الخوف فإنت لما تحط إيدك عليه تعمل له نوع من الراحة لأنه أنت تعطيه من اللي فيك عساس توصل إلى الراحة وتؤوى على قلط طبطة الضار وأنا حتكلم إن شاء الله بكرة في منطقة الظهر إيش يحصل فيها وحنعرف إيش يحصل في منطقة الظهر عشان كذا تلاقون أحيانا لما أحد يحضنك أو يحط إيد على ظهرك من وراء ممكن يعمل لك نوع من الراحة أو من نوع من التحرر أو من نوع من الأريحية في أنك أنت تبدأ تصير كويس معاه تبدأ تتكلم وبراحتك وتبدأ تقول عليها الطبطبة يعني هو يطبطب عليك لأن المنطقة هذا صارت مشحونة بزيادة فهو يعمل لك نوع من التفريغ طيب أنا لو ما عندي بني آدم لو ما عندي بني آدم يفرغ في ناس تحب تحضن القطط الكلاب الحيوانات الأليفة اللي عندهم في البيت في ناس لا إيش تعمل مثلا تبدأ تفرغ في بعض طرق التفريغ تعبرنا عن مشاعر سلبية اللي فيك هذا التفريغ ليش؟ للمنطقة تكون مشحونة فهو يطلع التفريغ من يدين مثلا تفريغ مثلا عن طريق أن يروح ويعمل واحد نشاطات رياضية أو يسبح في البحر الآخر هذه كلها طرق تفريغ تفرغ هذه الشحنات اللي موجودة جو الجسم اللي ممكن تخلي الإنسان تعبان تخليه مضايق تخليه مثلا متوتر أو حتى ممكن فرح شديد عشان كذا بنلاقي الناس اللي بفرح شديد شديد ينطون يقفزون دائما يقفزون ويرقصون ويبتهجون ويتحركون باستمرار بحالة القفز للأعلى يعني أو كده ينفضون إدينهم لأن الشحنة مرة عالية مرة عالية بالجسم فهو يبغي يفرغها يبغي يفرغها بشكل قوي جدا ويطلعها تمام أوكي فهذه الصور صوروها وذي ما قلت لكم موجودة حتى بالنت يعني موجودة بالمجان يعني فريمو كنت تشوفونها فري وتتعرفون عليها فري ما في مشكلة يعني ما تحتاج أنك تكون مثلا مشترك في مثلا في أبحاث جامعية المكان معين أو مشترك لا هي موجودة بس أنتوا يكتبوا الصور يعني الموجات اللي في الجسم الإسان أو الطاقات اللي في جسم الإسان حتلاقوها موجودة مع الشرح كمان مع الشرح يعني طبعا الشرح مش بالوضوح اللي أديكم إياه لأنني جابت لكم ميام الدراسات دقيقة يعني بس موجود شرح مبسط جميل ممكن يفيدكم ترجعون لو بغيتوا في الموضوع هذا يعني وفي ناس كثير حطين الصورة على فكرة في البايو عندهم في التويتر وحطينها وما يتكلمون عنها أنا مستغربة ناس كثير حطينها في البايو وما يتكلمون عنها بس كذا حطينها تمام طيب إحنا لما نجي نتكلم بالأشياء هذه يعني مثلا أنا مرة مرات في طبيب رائع جدا طبيب أورام تكلم عن مرضى السرطان بعيد الشر عنكم وقال أنه بعد العلاج الكيموي يحصل نعمة تنميل في أطراف الإيدين لمدة طويلة من الزمن ممكن يستمرون بذل الحياة فقال قال يفضل أنهم يعملون إبر صينية عشان يروح هذا تنميل أو يخف نسبة كبيرة يعني الله يجزاه خير عمل هالمعلومة هذه وقدمها بتويتر وقدمها بالإستجرام حقها وكلها وهذا كلام صحيح يعني هذا كلام يعني الدراسات قامت عليه مدة طويلة ولقوا صحيح أن الأبر الصينية تحرر المنطقة هذه من هذا الأبر الصينية وشغلتها تحرير تعمل تفريغ وتحرير الشحنات الزائدة في الجسم أوكي فهو لما يحصل تنميل لأن الكيموي قوي جدا على الجسم هو يعني مادة قوية جدا فدخلت فدائما الأشي لما تدخل الجسم ترى صعب أنها تطلع بسهولة تاخذ وقت طويل فهي تعمل تخزين في منطقة معينة وكذا يعني مثلا اذكر أنا سلم السنين رحت للدكتور لقيت تبقع في لسان يعني غريب مرة فقلت لي يا دكتور شلقصة قال هذا تخزين لمادة كذا في جسمك أنت أكلتي شيء كثير مرة بلغتي فيه فعمل تخزين في جسمك ما لقى مكان يخزن فيه فراح يخزن باللسان فطلع بشكل التصبغ اللوني تخيرا أنا اتفاجأت بالمعلومة هذه من الدكتور فقلت لي طب والجلد لما يحصل تصبغ لوني قال لي نعم يكون تخزين لبعض الهرمونات أو بعض الأشياء لناكلها وكذا يحصل نوع التصبغات للناس أحيانا تبالغ بوضع كريمات التبيض وكذا ما تعرف أن الموضوع هذا ممكن أنك بس تتوقف الشيء هذا أو تتجنبه يرجع جسمك وجلتك طبيعي وشكل جيد يعني تمام فبنوقف لين منطقة الخوف اليوم بنتكلم فيها أنا بوقف بث التيك توك الحين عشان حنقل إن شاء الله على اليوتيوب اللي بغي يرجع الكلام هذا وببدأ أخذ أسئلتكم في تويتر أوكي فشكرا للجميع إن شاء الله